شكراً على هذا السؤال المهم في إطار المسلسل للحوار القطاعي اللي تنقوم به منذ دو جنبير 2021 مع مختلف تمثليات المهنية لقطاع النقل الطرقي عبر ممثلوا ومهنيوا هذا القطاع عن طلبهم لمراجعة دفتر التحملات وصورة طلوج وممارسة المهنة للنقل السياحي لضمان جودة هذا النشاط نظراً لعلاقته بالطوير المنتوج السياحي الوطني في هذا الإطار تتعمل الوزارة بشراكة مع مختلف الفاعلين والتمثيلات المهنية المعنية على صياغات مشروع تعديلي لدفتر التحملات المتعلق بنشاط النقل السياحي تيعكس المعايير اللي يجب احترامها لضمان الجودة المطلوبة ومن أهمها كان بالطبع شرط القدرة المالية طباطاً بعدد المركبات المستغلة ولكن كان أيضاً شرط الكفاءة المهنية لمسير المقاولة إلى حين الاتفاق مع المهنين على الشروط الجديدة لمزاولة هذا النشاط تبقى دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط النقل السياحي الطرقي لوضع الترويز الوزارة سنة 2014 معتمد ويجري به العمل حالياً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة